أهلاً وسهلاً بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد أتمنى تكونوا بخير وبصحة جائدة في إطالة السادة بفروض المرحلة الأولى أو الفرد الأول للدورة الأولى بالنسبة للمستوى الخالص نشوف نموذج الفرد الأول الدورة الأولى بالنسبة لمادة اللغة العربية نموذج على شكل كدائف عدقاء في الوصف إذا أخدموا مكون صرف والتحويل لعشر نقاط ومدوق السؤال الأولى أحول الأفعال المجردة إلى مزيدة حسب المطلوب في الجدول مع الشكل إذا هنا أحول الأفعال المجردة إذا الأفعال المجردة كتكون يعني حروف أطلية إما ثلاتي أو ربعي كتكون عند الحروف أطلية بالنسبة لأفعال المزيدة هي اللي عند حروف زيادة لكتخص سألتمونيها هدوهما حروف زيادة كذلك عندنا وقفة إذا بالنسبة الوقفة ممكن عمل هنا ت ماذا توقف إذا ماذا ت و توقف إذا هنا بالنسبة عندنا تضعيف عندنا ت و تضعيف إذا توقف توقف إذا نعم إذا نعم شو خرجة إذا خرجة ممكن تضيدوا حرف الآلف همزة وكتبوا هنا أخرجة إذن عندنا أخ أخرجة إذن عندنا أخ أخرجة إذن أخ إذن عند دا فعل مضعف عندنا مطلوب منها مزيد بثالث أحرف إذن نعملو استعد إذن إس إذن إست إستعد إذن إست ع العين و ماذا و الدال إذن عندنا هنا بالنسبة للدال إذن عندنا تضعف إذن إست إستعد نتقلوا بالنسبة قال إذن قال ممكن نزيده تا هنا بالنسبة لحروف زيادة قلنا سألتمونيها إذن هنا ممكن قلو تقاول إذن تقا و لا إذن تقاول إذن مزيد بماذا؟ مزيد بحرقين إذن سلينة مري الأول إذن هنا عملنا وقفة وقفة خرجة أخرجة عدة ساعدة قال تقاول إذن دبعا تقلو السؤال الثاني أضع كل فعل في مكاني المناسب في الجدول إذن عندنا الفعل مجرد فعل مزيد بحرف فعل مزيد بحرفين مزيد بثلاث أحرف إذن تناير حروف الأصلي دي الفعل إذن هنا الفعل الأصلي أو الفعل المجرد مزيد بحرف إذن مزيد بالحرف هنا يعنخلوا أعلمة إذن أعلى أعلمة إذن أعلى أعلمة إذن مزيد بماذا؟ مزيد بحرف واحد أعلمة إذن نرى بالنسبة مزيد بحرفين نعنخلوا تعلمة إذن تعلّ إذن مزيد بماذا؟ مزيد بحرفين إذن تعلم إذن مزيد بماذا؟ بحرفين انتقلوا مزيد بثلاث أحرف استعلمة إذن نكتب هنا يا استع استعلمة إذن مزيد بماذا؟ مزيد إذن بثلاث أحرف إذن استعلمة مزيد بثلاث أحرف نعم إذن هنا الفعل مجرد كنقوله يعني الحروف الأصلية دياله إذن هو فعل ثلاث عالمة مزيد بحرف أعلمة إذن مزيد بحرفين تعلمة مزيد بثلاث أحرف استعلمة. دبعا انتقلوا السؤال الثالث. سؤال الثالث أصنف الأفعال في الجدول حسب نوعها. إذن كي الأفعال الصحيحة وكي الأفعال معتلة. بالنسبة للأفعال الصحيحة هي ما سلمت حروف و بحروف العلة اللي هي تترجم في و وي. إذن بشعرف و. إذن بالنسبة أفعال الصحيحة ما فيهاش هذه الحروف العلة وهي ثلاث أنواع سالم مضاعف مهموز. إذن مهموز لك تكون في ألف همزة بها الأخذة مضاعف لك تكون فيه تضعيف حل عدة. وسالم ما كيكون فيه لا تضعيف لألف همزة. بالنسبة للأفعال المعتلة إذن بالنسبة لفعال المعتلة. مثال كيكون أول حروف حروف علة. فعال أجوب ثاني حروف حروف علة. والناقص ثالث حروف حروف علة. بالنسبة اللافيف المفروق إذن هو مفروق. إذن يعني فرق الحروف علة كيكون مثلا الحرف الأول علة والحرف الثالث علة. لفيف مقروم كيكون الحروف من تابعين حروف عيدة اذا نرى هنا اي اسو اول فعل اي اسو اذا اي اسو يجب ان نعرف حروف العل يجب ان نرجع ديما الماضي اي اسو اذا نرجع الماضي اي اسو اول حروف عيدة فهو فعل كيف هو مثال اذا نكتبه في مثال اي اسو اي اسو اذا نكتبه في مثال يعني فعل معتل اول حروف حروف عيلة اذا نقصد في فعل نلن اذا نرجع ماضيoke نالا تاني حروف حروف عيلة اذا فهو فعل او فعل اجوب اذا نكتبه ماذا نه KZ نلن اذا تاني حروفه حروف عيلة فهو فعل كيف هو فعل اتويب . اذا نلن إذن كسبنا هنا يفعل أجوب عمشي الفعل الثالث يملكون إذن رجعناها هي ملكة إذن فهو فعل صحيح ما فيش تضعيف ما فيش ألف همزة إذن فهو فعل كيف هو سالم إذن يم يملكون يم يملكون يملكون مثلا لقودة إذن هذا فعل كيف هو فهو فعل صحيح إذن كسبنا يملكون إذن نعمشي بالنسبة الفعل تحضة إذن تحضة رجعناها الماضي حادية إذن تالث حروف حرف إلا إذن فهو فعل وثل ناقص وعن كتب هنا تحضة إذن نعمشي تح تحضة إذن تحضة إذن فهو فعل كيف هو فعل ناقص تحضة إذن نعمشي مد converting إذن رجعناه الماضي مدى إذن فهو فعل كيف هو ونكتبه فعل صحيح مضعف ماذا ماذا مددتم إذن ماذا مددتم إذن فعل كيف هو فعل مضعف إذن عمشيو الخدي إذن فعل أخذ إذن في ألف همزة فهو فعل مهموز إذن نكتبه هنا ماذا نكتبه خدي إذن خدي إذن مثلا هنا يعنينا فعل كيف هو مهموز خدي أمشي قينا وقا إذن وقا عندنا بالنسبة للوقا الفعل الأول يعني الحرف الأول والحرف الثالث فهو حروف علة إذن ماذا فهو فعل إذن لفيف إذن الحرف يعني مفروق إذن نكتبه هنا يا قينا إذن قينا فهو لفيف مفروق لأن الأول والثالث حروف علة تنوي نوى إذن نوى ثاني حرف وثالث حرف حروف علة يعني مقرونين إذن فهو لفيف مقرون إذن نأتي هنا تنوي إذن تنوي إذن تنوي نعم إذن صنفنا الأفعال إلى أفعال صحيحة وأفعال معتلة في الجدول إذن تقلوا السؤال الرابع وحول الجملة إلى جمع المؤنت باع الفلاف ومحصوله وعد نقودة إذن نحولوها لجمع المؤنت إذن تم المؤنت هنا عندنا الفاعل ما كيش قبل الفعل إذن عيبقى الفعل عياخد غاد تأليد التالية هذه هنقوله باعت إذن باعت ماذا؟ باعت الفلاحات إذن عيولي عندي هنا جمع مؤنت ثالث باعت الفلاحات إذن باعت الفلاحات ماذا؟ إذن هنا باعت الفلاحات إذن بالنسبة هنا عشانو عاي يكون عندنا هاد باعت إذن إمتى كيكون هنا مثلا ما كيكون عندنا الفاعل منور الفعل هذا الفعل ما كيقالوش هي تغير كياخد إما التأنيت إذن ما كياخدش الجمع إذن باعت الفلاحات محصولهن محصولهن إذن باعت الفلاحات محصولهن وعددنا إذن هنا يفك الإضغام إذن وعددنا إذن وعددنا ماذا؟ وعددنا إذن يكون عندنا هنا ماذا؟ يكون عندنا سكن إذن وعددنا نقودهن وعددنا نقودهن وعددنا نقودهن إذن هنا تصرفنا الفعل على حسب أشنو مصمنا وعددنا نقودهن إذن كما قلت لكم هنا هذا الفاعل يأتي من وراء الفعل هذا الفعل يأتي غرام ماذا يكون هنا� إذن مدى معنا هنا سكون وهنا آلف وال LIKE يكون مضخ院وزيان ما يقولهEd هو باعتي إذن هناك يعيكون بعي الفلاحات إذن باعتي الفلاحات ماذا؟ إذن باعتي الفلاحات محصولهن وعددن نقودهن إذن باعتي الفلاحات وعددن نقودهن بهذا نكون يسألنا في صحيح لهذا النموذج أتمنى أن كنت تكون شكرا وإلى اللقاء